مشاهدين على الفكرة دائما احنا بنحب ننتقل من مكان لاخر بيتنا وعاديين نغيره وننتقل الى بيت اخر بنفكر ان هو يبقى واسع هننتقل بقى لحاجة اوسع الفكرة مش في الوسعة الفكرة ازاي انت بتوزعي الاساس بتاعك ازاي بتختاري الوانك ازاي بتقدري برضو تنتقي الاماكن اللي هي فيها انارة طبيعية شبابيك كتيرة فيها تهوية الحقيقة هنا فيه من خلال هذه الفقرة مسج ما بين الشكل السليم لهذه المساحة اينما يعني كانت او ايا كانت هذه المساحة وفي نفس الوقت كمان ايه هو البيت الصحي هل فيه مواصفات للبيت الصحي قبل ما ننتقيه او لو احنا خلاص موجودين فيه نقدر ازاي نغيره ويتحول لبيت ومنزل ومكان ما ينقلش العدوى ما ينقلش البيروسات ممكن من مخدة لمخدة من مكان لمكان تعالوا نشوف كمان الماتيريال او المادة والخامات اللي بيستخدمها مهندسنا اليومين دول مع الاستحداث بالوسائل العلمية الحديثة علشان يقدروا يؤسسوا بيوت صحية معنا ومعكم في هذه الفقرة مهندس محمد محمود ومهندس ديكور وايضا المرة داخلية بنرحب بحديث معينا أهلا بحضرتك يمكن هذا الموضوع يعني استرعى انتباهنا وأنا الحقيقة بشكر يعني من أعدت يعني هذه الفقرة قصة البيت الصحي لأن الناس دلوقتي خلاص أصبح عندها يعني شبه فوبيا طيب المخدات أنا بيبقى عندي حتى أنف الونزة عايزة أنتقل بيقولك لا لازم تطلعيها في الشمس لازم لازم لكن كل دي حاجات تعرض الشمس والهوى لكن وإحنا بنأسس بقى من البداية كيف نؤسس بيت صحي زي طيب أولا أنا سعيد جدا بحضرتك النهاردة في اللي أنت بتقولي ده كله إن إحنا بنحاول نساعد الناس في الوقت اللي إحنا فيه دلوقتي ده وده إحنا بنشد بيبقى أنا أكثر من حوالي سنتين ثلاثة من قبل ما نعرف أي مشاكل عن الفيروسات اللي موجودة دلوقتي أولا أنا لو بعمل بيت الأول هتكلم عن البيت إزاي تعرف تعده الأول من شكله وبعدين نتكلم عنه اللي حاجة بتتكلمي فيه ده طيب رقم واحد هل أنا عايز أسس بيت صغير وفيه كل الإمكانات نقدر نعمله كله إيه هي الحاجات اللي نقدر نعملها أول حاجة بنقول لهم حاولوا إن كنتوا تختاروا بيت يكون لحد الشمس والتهوية دخلة فيه والإنارة ليه الإنارة؟ لأن كل ما بوسع الفتحات المعمرية بتاعتي زي ما حضرتك تفضلتي بيخليني إن أنا يحسسني هو المكان فبالتالي الفتحة المعمرية كل ما هكبرها أكتر إذا سمح دوت لأنه برضو ممكن فيه أماكن ما تسمح إنك تخلي الفتحة المعمرية وده من ناشد به كل المهندسين اللي بيبنوا النهاردة يحاولوا يخلوا الفتحات المعمرية كويسة بالذات في الريسبشن أو إلى حد ما في غرف الأطفال على الأقل واخد بالحضرتك يخلوا بالهم التصميم ده لأنها بتديني التساع دي رقم واحد رقم اتنين نخلي بالنا إن وإحنا داخلين نعمل أماكن بسيطة جدا من الأرضية تكون لون واحد وما فيهاش مشاكل طيب الأرضية ما فيهاش مشاكل يعني إيه؟ يعني النهاردة لو أنا بعمل الأرضية حاول أنها تبقى بلين خالص بالنسبة للريسبشن طيب هكتكلم بلين إيه؟ بلين في العين كلون واحد كلون واحد ولا كماتيري اللي أنا هستخدم للأرضية؟ اللي اتنين حضرتك كلون واحد والماتيري نيجي مثلا للأرضية لغرفة الطفل لو أنا بتكلم النهاردة على بيت صحي وأنا بعمل الأرضية لازم أخد أرضية هيلتي يعني إيه أرضية هيلتي؟ يعني الأرضية مبقاش فيها جروف يعني مفعش أعمل لغرفة الطفل وأنا لسه قابل على الزواج أو بأسس لبيت إلى حد ما أي إن كان هو البيداء كبير صغير النهاردة لو أنا عندي أطفال وهو أهم حاجة هو الطفل وصحته بنقوله لا خلي بالك مش كل حاجة الزوق أنا كإنتيريور ديزاين ما ببصش للزوق وخلاص نشوف إيه أبعادها وقصتها إيه وعيزت بلسكين حضرتك زي ما أنت حضرتك شايفة كده هو إذا بيت صغير جدا لا يتعدى في حدود الستين متر تقريبا في حضرتك زي ما أنت شايفين قاعدة كوان ليفنج في مطبخ صغير زي ما حضرتك شايفة وطولة إنها قدرها كسفرة قدر إلا أنا أكل عليها وأعوض عليها وما فاش أي مشكلة وكواس حاجة جايبين الصورة ديات اللي أنا حاطتها لسبب واحدين من الصورات الكويسة جدا لأن الحخامات كلها مودرن أو تقولي ألترا مودرن خالص الحخامات كلها بلين يعني إيه بلين زي ما حاجة شايفين أهو أدي زوق محطوط أظن أنه هو مش وحش أي سادة بسيطة نعمة بالزبط بالزبط وهتلاقي كل التصميات التانية اللي أنا جايبها برضو بنفس الطريقة طيب مميزاتها إيه هتلاقي مثلا ترابيزة زي كده معمولة من ماتيريا اسمها HPL ودي ما تنقلش العدوى يعني أخدت الشكل وأخدت التصميم وأخدت أنه يبقى هدية طيب المطبق بالنسبة لنا المطبق بالنسبة لنا بلين خالص يعني إيه بلين خالص برضو يعني هي ضرفة واحدة لون واحد شكل واحد ما فيهاش تفاصيل كل ما هدخل تفاصيل في قلب بيتي كل ما البكتيريا هتخش جوه التفاصيل دي كل ما أنا هتبقى عندي إشكالية للعدوى أكتر طيب حاليك بس عايزين نقول كلمة الألوان النعمة اللي هي يعني ما بتسببش تقولك اللون ده فائعة كل ما بتبقى الألوان نعمة تبقى هدية فبتبقى يعني العين متقبلها حاليك بس وقفت عند نقطة عايزة أرجع عليها لأنا متأكدة الناس كتير بتسعى لحيك قلت أنا بأسس قوض الطفل فبالتالي هنا مش عايز أي حاجة فيها جروفي برضو نوضح النقطة دي طيب حاليك النهاردة نعم عندي طفل بيلعب وهو بيلعب هو عنده 7-8-10-10 سنة منعته نفسها ضعيفة فأنا كإنتيريو لو بصتلي الشكل الجمالي وعملت له أرضية هاي لقوي ده جميل جدا بس ما جيش على صحيته ده معنى أن منظمة الصحة العالمية طلعت حتى في شغلنا إحنا إيه الحاجات الهيلتي اللي نقدر نقدمها للناس في الماتيريالز الخامات نفسها وإنت بتأسس لقود الطفل وإنا بأسس لبيد عموماً ومن ضمنها غرفة الطفل طيب غرفة الطفل لإيه لأنه هو في الآخر وفي الأول ما نعطه ضعيفة وهيروح للدكتور كتير طب سببها إيه؟ سببها الأرضية بتاعتنا النهاردة فيها بعض البكتيريا اللي بتلصق بيها تمام؟ نتيجة الجروفات اللي موجودة زي السراميك مثلا أو البورسلين مثلا ما يفضلش النهاردة في سن صغير إن أنا أركب حاجة دي إن أنا أركب إيه؟ أركب خامة زي الـ HPL تكون معالجة ويكون ليها أساسا HDF HPL دي حاجة تانية؟ غير الـ HDF أه أسمعها تاني معاش؟ HPL HPL دي مساماتها مقفولة خالص ودي بنستخدمها حتى في المطابخ ومننصح فيها هنتكلم على الجزئية دي بعد شوية كويس جدا الـ HPL ليه؟ لأن الـ HPL من الحاجات اللي مفهاش أي مسامات تماما تمام؟ ولما بقفلها جنب بعضها ومقفولة جنب بعضها مفيش بكتيريا هتتعلق بيها فبالتالي هادمون أخدت التصميم والشكل اللي أنا عايزه وأخدت الإبني أو بنتي إنهم يقدروا يلعبوا ويقدروا إنه يستمتعوا بلعابهم وما يقلهمش العدوى بالنسبة لنا فبالتالي بالنسبة للأرضية أنا قفلت قصة العدوى خالص نتيجة إن الطفل بيسحف كمان غصبا عنه تمام هنا بقى الجدران لأن برضو زي ما هكذا قلت يبقى فيه ماتيريالز جديدة أو خامات جديدة ممكن كمان إن أنا يعني أغطي بيها الحيطان طيب بالنسبة للماتيريالز الحضاك اللي موجودة دي تبقى أسامي شركات أنا مش أقدر أعلم لا بلاش نحن نتكلم على أهميتها إيه أهميتها أهميتها إن أنا على قد ما بقدر وقلت قلب الحوائط كمان خلاص حواليني الشباك على قد ما بقدر أركب الشباك على رخام مالش أنا هتكلم في حتة تيكنيكل شوية نتيجة اللي بيحصل دلوقتي فضل وبقول بناشر للناس أرجوكوا بعد إذنكم لو أنتم مش عارفين ده إقرو كويس عشان دي سلامتكنتوا حاول تعمل الفريم الألمنيوم رخام إن شاء الله أرخص نوع من الرخام وركب على الشباك بعد كده الشباك الألمنيوم إيه اللي هيحصل تحت الشباك هيبقى كله نظيف مفيش مايكروب هيتعلق بيها نتيجة الأتربة لو حبيت أخسل حتى الشباك أو نظف الشباك أو نتيجة الووشنج اللي هعملها له الخشب مش هيتمي لمية ويحصل نقاسة عفن لأنه معظمه بيبقى حلقان خشب فعلا وبتركب عليه الألميتال وده غلط هندسياً أساساً غلط لسبب واحد لأنه ده بعد كده بيدي عوامل تانية الشباك بيضعف نتيجة الخشب هيبدأ غصباً عنه يريع ده رقم واحد رقم اتنين وده الأهم منك صحة الإنسان اللي هو نهاردة لو أنا ابني ماسك الشباك مش هيتنقل ليه العضوى نتيجة الفريمز الصغير اللي محطوط عليه الخشب وهو لا يبدو قدامه إلا الألميتال لكن لا يعلم اللي بيخرج منه وده اللي بيحصل حضرتك وعندين لو أنت عند حدك سيرفينت فهي هتنقل ده لأنك هي بتنظف الشباك فبالتالي هتاخد إيديها مليانة كلها مايكروب نتيجة الخارجي اللي برا الأتربة اللي برا هتمسك بها مقبض الباب هتعمل حاجات كتيرة جدا الخمات عندنا كتيرة جدا ونرجع نشتيك نقول هو اللي بيجرى الفيروسات كتير احنا ليه بنصاب كتير للمين دول وممكن تكون بعض السلوكيات اللي حضرتك يعني بتقولها فإحنا عزين نرجع للصورة اللي كانت الحقيقة موجودة دلوقتي أنها كان فيها تفاصيل لأنه مكان كان أوسع شوية وكان فيه برضو مجموعة من الألوان إن شاء الله دلوقتي يعني يدهالنا هو حرص المهندسين يعني عايزة أقول بقى الجدد كده بيفكروا بكل ما هو جديد يعني كل حاجة الحقيقة وكل مجال فيه اجتهاد وهذا الاجتهاد بيساعد نحن نحن نقدر نستمر في الحياة ممكن يساعدنا إن احنا نعمل بيت صحي زي بص حضرتك هو طبعا مش كل واحد فينا أنا آسف دارس الكلام اللي بقوله ده هي رجعة لاجتهاداتك الشخصية للكورسز اللي انت ممكن تحاول تدي لنفسك فيها كورسز طبع منظمات الصحة العالمية وتفهم إيه الخامات اللي طول الوقت إنه بناشد بها حتى في هندسة الديكور التطبيقية داخل المنزل فدي رجعة للشخصية الإنسان هو اللي بي نمي نفسه بالتالي ده هيعود على الناس بعد كده والمجتمع لأن الناس بتصق فيه لأنه هو بيعمل بيت أيوة فالناس بتصق فيه في كل شيء يعني من ضمن الحاجات اللي أنا بناشد بيها وبقى ليه أكتر من حوالي 3-4 سنين يا جماعة مثلا خامة زي الأكريلك نحاول نبعد عنه بمعنى لو أنا النهاردة عندي أكريلك بعمله مثلا في المطبخ الأكريلك من خامات للأسف اللي يعني أنا بقول لحضرتك فيها مشاكل وده برضو من مظامة الصحة العالمية طلعة الناس النهاردة بتجري وراء السعر يعني تروح لأي شركة من الشركات وقوله إيه هو المتر عند حضرتك بكام يا فندم الفكرة مش في المتر بكام هي الفكرة حضرتك بقى أنا آسف اعرف كويس هو هيديك إيه واعمل سيرش كويس على كل ماتيريال لسبب لأن النهاردة بقت للأسف برضو الموضوع بقى مدي أكتر طبع والعميل مش فاهم ده أو بيدور على الحاجة اللي هي رخيصة شوية أولا هي اقتصادية ده هتقولي الأكريل بيعمل إيه هقول لحضرتك أن آسف مع الفترة مع الوقت بيجيب أمراض زي الكنسر والناس مش واخدة بالها منها وللأسف المطبخ هو مصدر العدوى الأساسي للبيت أفضل بقى هذه الخامات إن شاء الله والاستعمالات داخل المطبخ زي ما اتفقنا برضو زي نفس فكرة الأرضية هي خامة الـ HPL برضو أو في خامة اسمها UV دي من الخامات الكويسة بس الـ UV الكوست بتاعها عالي شوية فبننصح الـ HPL الـ HPL فيه كذا أسعار في المتناول الناس ومش بغلوق ونفس سعر الأكريلج لأن الأكريلج مع الانبعاثات وسط البيت وقفة شغالة بيطلع حرارة فالحرارة دي هي بتستنشقها فبالتالي بيأثر على صدرها مع طول السنين وهي وقفة في المطبخ عملت لها العجوة اللي احنا بنتكلم فيه طيب إحنا عندنا تقرير كده سريع وصغير نتكلم عن مساحات الدايئة برضو مع هذا التقرير ونشوف طبيعة هذا التقرير إيه ونتعلم منه يتجنب كثير مننا أحيانا الإقبال على الوحدات السكنية أو المنازل ذات المساحات الصغيرة ظنن مننا أنها مشكلة يصعب التغلب عليها بينما تكمن المشكلة الحقيقية في عدم كيفية استغلال وتأثيث المساحات الصغيرة بشكل صحيح فقد يكون منزلك ذو مساحة كبيرة ولكن لعدم المعرفة بالطرق الصحيحة للاستفادة من تلك المساحة سيجعلك تشعر بعدم الراحة في المنزل حول أهم الأفكار لاستغلال المساحات الصغيرة أفضل استغلال لتجعل بيتك مريح ومثالي كان لنا هذا التقرير لو شاء ضيقة هحاول أدهن دهانات فتحة بحيث أنها توسع في المكان كنظرنا بيشوفها أنها أوسع هجيب عبش على قدها يعني بحيث أننا برضو ما بقاش مبازر قوي أو حاجة ما لهاش لازمة أني أقوم جايب صالون وأنزل أجيب قضة صفرة كاملة وأنزل أجيب قضة صفرة كبيرة برضو لا أنا ممكن أستغل الحاجات على قد المقدور وعلى قد المكان مساحات الديقة في الشقق أني نجيب سرين للأطفال بيتفتح ويقفل دورين نستغل الحاجات كتير قوي وممكن إحنا نعملها في الشقق الصغيرة نستخدم شبابيك وصع عشان تنور ونضعف مريات بحيث هي تدي مجال مساحة أوسع والألوان تكون هادئة وفتحة غالبية الدول الأوروبية والدول المتقدمة بنلاحظ أن المساحات الشوقة مختلفة عندنا عندنا المساحات كبيرة هناك لا ما فيش المساحات الكبيرة دي بالعكس بيستغلوا كل جزء في الشقة ممكن الشقة تبقى ستوديو صغير فيها قدوة نوم فيها مكان لتخزين الملابس فيها مطبخ كامل فيها كل حاجة من خلال استغلال كل نقطة موجودة أو كل مساحة أو كل متر أو سنتيمتر موجود في الشقة بساحات الديقة وضحت أنا برضه مهندسين ديكور بس يعني على قدنا شوية ونكلف تفصيلاته على فكرة ألف بي إن أنا أدور بمهنساحة ديقة يعني عفش قليل والبياض أو الديهان يبقى فاتح مهندس محمد أهلا معك طيب بصحك طبعا التقرير هاي القوي وكواس للناس عندها وعي لده وما احترامي الشديد هي الفكرة مش في مهندس ديكور أو واحد عادي هو واحد بيعمل بيته حسب احتياجاته هو ودي اللي بناشد به مالكش دعوة ثقافتك مختلفة عن ثقافتي تقاليدك وعايدك احتياجاتك وإمكانياتك احتياجاتك عايزة تعملها في البيت فأنت اشتغل بنفس ثقافتك أنت اللي أنت حبيبها ما حادش بيفرض عليك أي ثقافة خالص بس طول الوقت يخلي بالك من بعض النصائح اللي احنا هنقولها الريسبشن زي ما اتفقنا يبقى الإضاءة بتاعته جيدة جدا نهتم بالإكوان والأركان على قد ما نقدر كل كورنر نقدر نحط فيه محاكاة نقدر نحط فيه حدوتة كده حسب ما أنا بحب البيت بشكله إيه خلي بالنا من المطبخ على قد ما نقدر لو متاح نكتعمله أوبين كيتشن أهلا وسهلا مش متاح فيله عشان تقدر تستخدم الحيطة الوراء وتقدر تستخدم استخداماتك في البيت نفسها ويكون البيت سعيد اختيار دي على قد ما نقدر طبعا سريعا أنا آسف طبعا واضح للوقت داي سنقول بسرعة أن على قد ما نقدر ناخد حاجات كلها تكون بلين خالص حاجات ما فيهاش مسامات ابيض عن الأخشاب الطبيعية في المطبخ تماما ابيض عن الأخشاب الطبيعية في الحمامات تماما عشان تضمن بيت صحي وهل في الأولاد بس محمد على فكرة حيكي عندك أنا عارفة احنا نستنى نبقى محضرتك فترة أطول شاهدينا بتنتهي حلقتنا وبنشكر مهانس محمد محمود مهانس ديكور والعمارة الداخلية وان شاء الله في الحلقات القادمة ورقات قادمة بيكون اللينة استفادة أكتر واشكركم الحصر المتابعة لكم تحياتي وإلى اللقاء